اشتركوا في القناة 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 ترمي باس ولكن لو أنك جاء تنطق وتعلق وترى ما يقطع وتجعل زملائك يكملوا القطع يعني هناك واحدة من الأليوب وقف 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 سمع هو 6-3 يعني 1.90 وقف 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 6-7 وقف 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 44 إنش يعني كثير عالي لايقته البدنية تخوف تخوف وغيراً لايقته تخوف يفهم الجيم عنده كثير سعب يدخل على الان بي ايه بهذا العمر ويسيطر على المباريات خاصة بالكوتر الرابع وهو عم بلعب أحسن بالكوتر الرابع حالياً هو المركز الرابع بالان بي ايه بالأفريج بوينج بالكوتر الرابع عنده سبعة ونصف الأفريج سبعة بالكوتر الرابع ف... ويفهم الجيم هذا اللي... اللي كتير أنا مفاجئني إنه... إنه كل حال تحكي عن لياقته قبل ما يطلع من الهادب بس عادة ان البوينج تخدهم وقت لا يتعاول على الان بي ايه هي أصعب مركز أصعب مركز إن الواحد يتعلمه لما يدخل على الان بي ايه هو البوينج كارد بالذب معروفة ف... أسهل شيء الوينج أسهل شيء الوينج أسهل شيء الوينج ف... جاموران جاموران الجوائز الفردية لنص الموسم عندك... هالأسبوع كان في أكمل مباراة فيهم... اثنين... بالعبودة بعض راس براس انبسطنا عليهم كتير براندن إنجرام و... دونيفن ميتشيل لعبوا البليكنز والجاز وكانت مباراة لا الله حلوة شفت كيف خلصت انت شفت الرابع كيف خلص اه طبعا يعني... جوبير شوكت كان لديك فاول هذه الحركات التي يرميها و... يذهب على المونيتور يجب أن هناك فاول ولكن إذا كان لديك فاول واضح وضع جزئين من الثانية خلص خلص الخلص هذه أصلا تبعت براندن إنجرام انهتها خلص ولكن حلوة كان لديك نجمين صغار وعن كثيرا يظهرون هذا الموسم وخلص يصبح اسمهم من هؤلاء السوبرستار ممكن تحت... سيصبح سيصبح سوبرستار أكيد هم الاثنين يعني الصراحة يجب أن يظهرون نعم في الأسبوع القادم نحن من نقي الأول ستار نحن من نقي الأول ستار قبل الأول ستار نحن من نقي فريقي وفريقة كنشوف هم الاثنين أكيد يجب أن يكونوا في الحديث عن براندن إنجرام تضع 49 بوينت دونيف الميتشل تضع 46 بوينت وكانت شوتي بشوتي انه انت بتعمل شوتي هون استنى أعطيني الطابة سأرجع للجهة الثانية أنا أعمل كمان شوتي وثريات وثريات والله حلو كان ومبارح كمان لوكا وديم ليلرد عمله نفس الاشي كمان رهيب كانت سي جي طلع إنجرد فكرا شجله بورتلند حظم ملو أستاذ جد أستاذ أنا حسيني الأستاذ الآن خلص البروفيسور البروفيسور كارمالي أعطوه الطابة بالورقم هكذا إيسوليشن عنده الجاب عنده عنده اللي 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 وليس لدينا جد أستاذ ولكن يمسكها يعطيك جاب على المين جاب على الشمال بخلق مساحة إذا أنت ترجع على فرا بيشوت ودخل على وكسب فاولات وقع بلعب جد من يحلي زايون وليمسون رح يرجع رح يرجع وحالك ملو رح يرجع زايون من أنه أظن أنه قبلها عندهم ضد ميمفس اه كان مفروض يرجع ممفيس بس ما زلطت اظن عشانها ضد ممفيس قلو لك استنى هلا نحط على الناشنال تيفي كل حدا يشوفه كل العيون عليه من اول جيم اه وجاء وضعه سالك اعطيه شوي بس متحمسين نحن كتير لانه قد ما جاء ميشي وعمل اشياء نسينا البري سيزن تبع زايون كيف كان وهو ايش هالمخلوق بيقدر يعمل فهيصير عنا هلا تو روكيز فيزيك الفريكس عم بلعبو ان شاء الله ما يصير له اشي والبلكنز وضعهم نيح هلا عندهم جدول زي ما حكينا الاسبوع الماضي عندهم جدول سهل كتير خاصة اخر ربع الموسم لسه هلا وضع الجدول تبعهم نص نص يعني بس باخر الموسم وضعهم تمام فعندهم فرصة كبيرة يوصل للبليوف وزاينا حيكون رئيسي في هذا سيصير الخوفه هلا اذا زايون رجع يلعب بالمستوى هداك العالي سيصير فريقي كتير وغيره كايري كايري رجع انا صراحة حاولت اني خلي اكبر عقلي وخلي نفتح صفحة جديدة مع كايري اه انه اساس خلنعطيه خلنعطيه حقه زي ملاعيب يعني ومكافي نتخوت عليه تخوتنا عليه كتير كتير كنا هلا برك يرجع وخلص عشان اي صعبة كان عنده ورجع بدع اول جيم وتاني جيم اه طبعا نجزم نتعود على الملعب بدع على الملعب بدع بعد جيم التالتي فتحت تمه وبلش يخبس صار احكي لك بعد ما خسره هو لعب كتير سيء شات ستة من واحد وعشرين بهال جيم صار احكي انه نحنا فريقنا عنده متطلبات ونحنا حاليا ما نقدر ننافس بالزمن على القليل كمان لعبين او ثلاثة فيعني بدنا كتير كمان هيكا لعيبة غير عن انه حكا بس غير عن انا وكيدي ودياندري وتمبل ودنوتي وليفرت فحكا اسمها خمس لعيبة اوكي شخ على الباقي فالنو الباقي شخ عليهم روحوهم يعني وبدنا ناس غيرهم طيب اوخ يعني ما بعرف لازم احكي اهبى الواحد في الانبيئي هو مية بالمية كايري ايرفن مية بالمية اهبى واحد في الانبيئي عنده يعني ما بعرف خالص خلن فشك عنه صراحة بسم بدن سبيسي بي رجاء اه مبروك الرابترز رجاء وكلهم تقريبا مع عدد فانبليت بس هل جاي فسلكوا براد دبيل رجاء رجاء عكس الاسبوع الماضي الاسبوع الماضي ظل يتلع اصابات اصابات هذا الاسبوع كلهم رجاء بورزينغس رجاء كمان اكمل يوم كارل انتني تاونز رجاء مبارح فحلو كان بهاي الناحية لهاي الاسبوع كل اللائبة عم برجو عالملعب وبلعبوا مع فرقهم انا مبسوط على حكي هاد حلو و بس بصراحة خلن نمشي هلأ نعمل الفاس بريك عالدوري عشان مواضيعنا مع الجوائز رح تطول شوي اظن فنبدأ بالإيست احذر من أول بالإيست مفاجأة اللي صار الفرق سبع قيمات الثاني لسادس لسه داقين ببعض السيكسرز فعزين آخر تنتين بدون جوال البيسرز فعزين أربعة والرابترز فعزين تنتين السلتكس خسروا تنتين فنزلوا هلأ من الثاني للثالت والهيت ما اخذين المركز التاني كل اللي تحته مش ساعلين فيه نعم لا تغير الماجيك بعدهم سابع النتس تامن لأنه فيه فرق كبير أربع قيمات بين النتس بالتامن والبيستنز بالتاسع وانزل لتحت حل الهوكس فعزين وثانتين وربعض هاي خبرية صارحة بالحديدهم بالساتم بالوسط اليكرز لسه أول النوغتز ثاني الكليبرز ثالث الجاز هلأ صارو رابع بس الفرق بين الثاني اللي هو النوغتز والسادس اللي هو الماوز جيمتين ونص ولا إشي عندك الثاندر بعدهم سابع والجريزليز سبعة صارو جيمتين هلا حطوا شوية فرق بينهم بين السبيرز وراء السبيرز السبيرز تاسع وراءهم عاشر في البليزرز وبعدين السنز البليكنز البليكنز هلا صارو اطناعش يعني طلعوا مركزين بأخر أسبوع هذول السبع فرق بين الثامن واربعطاش حي هذولهم يكي تغير سوف ينافسوا بعض إلا تمبرول سوف ينزلوا سوف ينزلوا مية ومية وحتى مع كارل أنتني تونز من بارح ما قدروا شوزه لا 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 انسى والواريورز أخير خسرانين عشرة واربعض ألا عينهم مساكين هذاك اليوم ضيعوها انسى حسرانين عشرة واربعض يلا هسا نص الموسم خلص يدويس شفنا ناس لعبوا شفنا ناس نصابوا شفنا ناس طلعوا ناس يجوا فرق أبدعت فرق عم تفضح حالها ونحن هلا اللي رح نسوي بها الحلقة نمشي بهالجوائز الفردية وانا رح حط اختيار وانت رح تحط اختيار ونحن نناقش ونحن قبل ما نبدأ طلبنا من متابعينا هم يعطون اختياراتهم وبصراحة ما قصروا الكل اعطانا اختيارات والحلو بهذا الموسم انه تقدر تناقش لكتير لعائبة بكتير جوائز في عندك اختيارات لكل جائزة تقدر تحط اربعة والاربعة يكونوا صح حسب انت شو رأيك وانت ايش لتحكي ما في واحد صح وواحد غلط الا جائزتين هذول واضحين في واحدة واضحة نص طيب في واحدة كتير واضحة بس يعني الناس شان نحكي لهم للمستمعين الناس اللي بعتتنا اختياراتهم للمدرب بودن هولزر مدرب البوكس تلاقي له كتير طبعا فوغل عشان كل شباب الليكرز ال سبولسترا الهيت اجا اكمل واحد اجا لريك كارلايل من نابز كمان لكوين سنايدر تبع الجاز اجا في يعني كلها اختيارات ما فيها غلط بودن هولزر اكتر واحد اجا عندك السكس مان لو وليامز اجا كتير مونترز اجا شوي وديريك روز اجا اكمل صوت عندك اللاعب المستمعين اللي تحسن شرودر انجرم انجرم دين ودي دين ودي جرام يعني كمان اسامي كلها صح عندك الروكيو بديير كل حدا حكا مورانت ما هذا شخص واحد حط تايلر هيرو ابن عمه شكرا شخص واحد بس غير هيك الروكيو بديير الكل من التفق انه جاء مورانت ال دفنسيو بلاير عندك جوبير اجا اكمل صوت ديفيس اجا كتير انتني ديفيس اكمل صوت لاندري درامند واكمل صوت لكواي هذول كانوا شوي غير وعندك ال ام في بي اغلب الناس اخذت يانس اه اكمل واحد هون هناك بلوكا دونشيش لبرون بس 90% مع يانس اه فهلا نحنا دورنا انا وياك حلو ورح نمشي بهذا الترتيب نفسه رح نبدأ من اللي هو اللي عجبني بمستمعيننا انه اكمل واحد رد على تويتر تقريبا خنقول 20 20 اع انستغرام اوزون 50 واحد ردوا اه لا هي تويتر تويتر شدها لكم شو هاد اه مين ماخد لكوتش اف the year كان عندي اسمين اللي اه اه انا مفكر فيهم اول واحد بيلي دونيفن تبع اوكي سي اوكي بيلي دونيفن من اول ما دخل الان بي اي كان عنده توقعات دخل ع فريق جاهز وكان توقعات عالية وفيه سوبرستارز كابين دورانت ووستبروك وبعدين بول جورج كان كأنه عم بدرب ويد مربوطة ورا دهره كنت عليا عشان ووستبروك ما بسمع لحد اللي ووستبروك بيسوي اللي ووستبروك بيسوي فكان صعب هو يفرض فلسفته او يفرض شلت ووستبروك و بديم وليلرد هداك اليوم ووستبروك معدوم الواحد ذاته ومش معقول شو انه كيف ما يشوف حاره وبديم انهك السنة الماضية وداما بيغلبك وداما بيهزأك بهينك عن ملعب حتى يجيك الجام خسروا بعشرة خسروا خسروا فلما شاف كان ووستبروك عمي من البوستاب ديم فوله فهلاك قال يمكنك تفاولي يمكنك تفاولي وفاول إنه لما تفاوله إنه هاي كانها سكوريا يمكنك تفاولي إنه تفاولي طبعا راح على الفري ثرو وفكح وانت خسران ب12 نقطة ودايم دائما بيعلم عليك رائب يعني طيب نرجع لبيلي دونوبين فبيلي دونوبين هلأ ما حتوقع أوكي سي يكونوا بالبلياوفس أوكي سي عم بلعبه كتير منيح لأول مرة بحس ب كهو وككوتش عم بقدر يفرض فلسفته على الفريق والفريق عم بتجاوب معه وعم أنا عندما أفكي بالكوتش بفكير إنه إيش كان المتوقعات الفريق وكيف نتائجه الفعلية ماشي فأظن أوكي سي كتير عم بيظهروا هالسنة مثلا حركة إنه لعب تري غاردز بآخر المباراة أنا كتير بأيدها لما يلعب شدودل وشي وكريس بول ودليل إنه دايما لما يلعبوا هذول التلاتة الـ تبعهم كتير كتير عالي فأمرهم تمام التاني اللي كنت أفكر فيه استنى قبل ما تكمل على التاني لأنه أنا فاهم عم باستنىك تخلص وكل اللي بتحكيه صح بس ما تقدر تعطيه كوتش قتير ليش فريقه سابع على الوست طيب السجل تبعه 23 انتصار تسعة عشر خصار طيب يعني عراسي وعيني عم بلعبوا منيح بس في كتير فرق أحسن وكوتشات عم تعمل شغل مستوى كتير عالي إنك تعطي كوتش في ذي يير لواحد فريقه سابع طيب داي مين مين برأي لك انتاني تسعنا مين التاني تابعك بل كنت التاني بتتفق معا التاني مركز التامن له تيلر جينكنز ما بقرب لليروي جينكنز بس تيلر جينكنز هالسنة ما بتقدر تعطي كوتش أف ذي يير لواحد مركز تامن ليش هذول الفريق ما حكما توقع منهم اشي توقعين سنة خمسلاش السنة الجاي بتعطيني إذا هاد إذا طلعوا رابع أو اشي بس ما بيصير تعطي كوتش أف ذي يير لواحد مركز تامن لا بيصير لا بيصير لا بيصير لا بني هذق خراري لا أصدق لا أصدق لا أحد يقول انه لان تاخد نفس الاسم انت اكيد ان لديك اسم تاني انا عندي اسم تاني وانت رح تحكيلي انه انا ما اخده لانه هو نيك نيرس تبقى الرابترز اكيد لا بس انا عندي سبب اني اخدته اي مركز الرابترز راح صحينا اشوف لك رابع رابع لماذا تعطي المركز الرابع لا استنى اخبرك لماذا اخدر وانا اخبرت هلأ فكرت بسبولستر ماشي وفكرت بكوين سنايدر ماشي هذين الثانين اللي غير نيك نيرس كنت تعطيهم بس انا اعطيتهم لنك نيرس لسبب واحد الرابطة كما انت عم تحكي مركز رابع الفارق بينهم وبين الثاني جيمتين سير عدلك الجيمات اللي لعيبت الرابترز المهمين ما لعبوها هاي السنة من وراء اصابات قصول 12 قيم ما لعب سياكم 11 لاور 11 باول 11 اباكا 10 فريد بلاندلي 9 ولسه مرجعش وهدول واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة من السبعة اللي هو بلاعبهم الزلمة عم بلاعب ناس زي تيرنس ديفيس اندرافت كريس بوشير ناس انت ما عمرك بحياتك كسمت فيهم وبعده الفارق بينه وبين المركز التاني بالإيست جيمتين خسر كواي ما حدا كان متوقع هذا الفريق يكون بلعب بهذا المستوى بدون كواي عم بعملها واللي أحلى منه كله هون بتيجي شطارة نيك نرس ماشي النت ريتنج ديفنسيف نت ريتنج تبعهم تاني عالدوري كله ماشي عالدوري كله سادس نت ريتنج يعني هجوم يدفاعي مع بعض والجدول تبعهم تامن أصعب جدول لليوم بس أسهل جدول متبقي فرح يطلعوا كمان وحلاوته يا زرمي أنا بتعرف لأني بحضر له جيمات أكتر من كل حدا لأنه فريقي نيك نرس زي كأنك ماخد مدرب هاي سكول وحط يدرب فريق أم بيئي بطلع لك بأشياء مرات بالجيمات منه ليش هيك عم بيسوي هاد زي مشو الجنون اللي عم بلعبي زي ما عمل بالبوكسان وان بالفاينلز للسامة الماضي كل جيم بطلع لك بأشي بلعب أربع دقائق بطريقة انت مش فاهم شو اللي عم بعمل فيها بس بتصبط معه اللعيبة السوبرستار ما في فريق محضر أكتر من الرابترز اللي دافع عليهم حكي لك أكمل رقم معاشي لها هدول لعيبة السوبرستار جوال نبيد لعب ضدهم جيمتين معدل التسجيل تبعه خمس نقاب عشان جاب سفر وحداش عم بشوت 16% في القول برسنتيج ضد الرابتر بول جورج 13% لبرون 13% ديم ليلرد 14.5% هاد الافريج؟ هاد الافريج تبعه الجيمات ضده بحط بلان على هدول اللعيبة وبمسكهم فهمت علي؟ الابوننت في القول تاني بالدوري كله بعد البوكس فانت ماخد ناس اولا مصف فريقك كل واحد فيهم راح عليه ربع من الجيمات اللي انت لعبها كفريق كامل 10 جيمات او اكتر ماشي؟ اوكي فانت عم تاخد ناس وتحط ناس محل هون وناس محل هناك ومتدخل الاحتياطي والله هذا اللي كان يلعب بالجيليغ وعم بتزدهم يلعبوا ضد فرق ام بي اي و لسه بعدك عم بتنافس الزلم كتير شاطر فانا مشان هيك اخدته سبولسترا احراس يعيني كمان شغله اللي عم بعمله كتير حلو وسبولسترا احراس يعني اذا احد اقل لي كوينت سنايدر نفس الاشي انه اخد فريق وعم بلعب فيه منيح مايك مالون نفس الاشي الواحدين اللي ما رح احط اسميهم مايك بودنهولزر لانه صراحة فازها السنة الماضية متوقع كتير انه خلص يعني فاهمينك انت زلمة رائع انت جينيوس بس عملتها السنة الماضية وخلص وفوغل لانه مدرب الليكرز هو لبرون مش فوغل لازم دعطيها لحد ما دعطيها لبرون فأنا هذا مفاجأة كبيرة انه انت نقيت مدرب الرابترز انا سعقت صراحة اكبر مفاجأة والله لخمتني مفاجأة واحد فريقه تامن ولا سابق سكستمان اه افضل سكستمان احسن احتياطي مين عندك سكستمان سكستمان طبعا لدينا ما غيره ابو سكس ابو سكس ابو سكس احسن ابو سكس لو وليامس يعني رائع لكن هذا لعب اساسي حتى هو بالكليبرز يعني تعتبره احسن خمسة مية بعد اول اثنين هو احسن واحد بس ما رح اعطيها لا اعطيها للو وليامس حاليا بأعطيها ل دانيس شودر حلو انا كنت شايف فيه ثيم هون انه انا كتير معجب بأو كي سي هالسنين عشان دايما انه حاليا عم بقارن ايش كانت توقعات الموسم وكيف كان عم بيظهر الفريق فلو وليامس كل حتتوقع انه هو يكون لو وليامس حاليا وعم بكرر اداءه وعم برجع بثبت ليش هو احسن سكس من بالنبيا بس لو بدي اعطي انا اعطيها لدانيس شودر عم بلعب كبير منيح الـ 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 56% فعم بلعب كتير افشيئن 21 بوينت بر 36 انه لو بتلعب لو بتعرف الـ لو بتحسب الو أكم من بوينت بيجيب لو بلعب 36 دقية عشان تقارن كل حد بعد نفس الدقاية فبس بأعطيها لدانيس شودر ما رح اناقشك مع شودر انا ما رح اخطه انا الـ السكس منتبعي من الكليبرز بس مش ابو سيكس اه مونترز وف وحش اسمع الكليبرز عندهم أعلى سكورينج بنش بالأنبيئة من وراه هو وليومس هذول التنين الـ الـ 22 تقريبا الـ الـ تبعهم اشي تاني فاهمين بعض على مستوى يعني الـ بدون ما يطلع بدون ما حتى يلقي نظرة على الجهته وبعرف وين رح يكون فهذول التنين بستاهلوا بس ابو سيكس صار ما اخذها ثلاث مرات احطه على الجنب اعطيها لـ مونترز لسبب واحد انه شغله على الدفاع كتير اقوى من شغل اللويد و مونترز ماشي احتياطي بس الكرونش تايم هو دائما موجود قاعد بعمل كل شغل الزنخ خاده تبع اوشمط واحد سكرين قوي البوكس اوت شان حدا يلم الريباوند او هو يلم الريباوند الريباوند الدنيا هل يجب ان يتحرك يجب ان يدائق انه طاقة تحسين انه طاقة كثيرا كثيرا لذلك انا بقول للمشاهدة لأنهم الناس يتحدث لك انه توقعوا النتائجهم افضل تكون بالموسم بس الهلا انه انا المفضل بالنسبة لي بكثير للمشاهدة للمشاهدة لكي تخيل انت باخر المباراة عندك لو وليامز ومونترز وعندك على الوينغات وكواي بول جورج وكواي بات بيفرلي يعني مونترز الستات لو تتطلع بس على ارقامه العادية عند الارقام 19 بوينت 7 ريبوند 2 أسيست عم بشوت 57% مثلا مثلا تدخل على الاحصائيات المتقدمة النت ريتنج بين كل اللعيبة اللي لعبوا على القليلة 30 جيم كاحتياطي ولعبوا على القليلة 25 دقيقة per game النت ريتنج تبعه 8 وراء لو وليامز 7.2 وراء دينيش شرودر 6.5 هؤلاء التوب 3 الترو شوتينج تبعه 60% والبلاير امباكت ريتنج 4.1 فهمت علي يعني كل الاحصائيات المتقدمة للسيكستمين هو دائما أعلى واحد بس فيه واحد تاني كمان فكرت فيه فأعطي شاتات أنا كل جائزة فكرت الناس ثانيين وبعطي شاتات لواحد ديريك روز ديريك روز حلو الموسم اللي عم بقدم للي بس مشكلة لأنه بس تنز حظ له خرة انه عم بلعب مع بس تنز بس بصراحة لازمو تريد ما عم بقصر لازمو تريد يا ريت هلأ هلأ اجضايل للتريد ويندو أسبوعين أكتر لا 3 أسبوع آآ آآ إن شاء الله يجيد صفقة يروح على فريق عم بنافس عشان تشوفه بالبلايوفز حلو بيكون بفيد فريق عم بنافس يدخل من البنش اللي عبله بس يعمل اللي عمله مع البستنز بس لنه فريق تاني آآ بس صراحة هؤلاء الأربعة أي حد نقش شرودر روز ترز أو لويل أبو سيكس يعني ما في غلط ميناته طيب اللي بعده Most Improved آآ هو شوف Most Improved Player 100% آآ Gram Devontagram طبع الهورنتز ما ف سأخليك تحكي عنه عشان أنت كما منق Divontagram أنا منق Divontagram بس الثاني اللي كنت أفكر فيه كان براندن إنجرام أنا نفس التنين عشان هم الاثنين أكتر اثنين تحسنوا براندن إنجرام راح من 18 نقطة بالمباراة للـ 26 وعم الأبرج سبعه 4 أسست و 6 ريباون سبعة ريباون هؤلاء كارير هاي أحسن موسم إليه بتاريخه الـ effective field goal percent 55% فعم بفعالية كتير عالية عالية ومعن كان عم بشوت السنة الماضية كان عم بشوت 1.8 ثريات بالجيم هالسنة عم بشوت 6 ثريات بالجيم وعم بجيبهم على 40% فكتير كتير عم بلعب بلفل عالي وصار عم بيوجد الناس انه هو له سكفه انه يكون سوبرستار وانه يكون all NBA وكذلك ذكرك كيفين دورانت لأنه طويل وحيث زيه وحتى طريقة لعبه فيها شيء من دورانت طويل طويل وعنده طوال وعلي وعنده كل شيء عنده ممكن يجيب سكورات بكتير طرق متعددة يشوت من الثري يشوت من الثو عنده بوست أب جيم عنده 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 كل شيء والباسن تبعه كتير تحسن هاي السنة فشوف راندن إنجرام هو مركز التاني الاول جرام لسبب واحد انا اخدته فوق إنجرام ماشي هلأ بأكي عن أرقامه طبعا كان السنة الماضية يلا بيعمل إشي بس إنجرام راح من أليه نحط بالبليكنز ونحكى له انت راح تكون لاعب مهم عنا نستقبل نحن و بس نصاب زايون خلص صار هو الأفنسي فوق البوينت فمتعلي فالظروف ساعدت انه هو ياخد هاي الخطوة اللي أخد فمتعلي ديفونتجرام بالعكس ديفونتجرام أولا السنة الماضية معدله كان 4.7 نقطة وريباوند ونص و2.6 اسيست ماشي وكان يشوت 28% فلما دخلوا على هذا الموسم البليكنز ما حدى انه من 99% من كل حدا عم بسمع البودكاست منضمهم أنا وياك ما كنا بنعرف مين هو ديفونتجرام حتى لما تلعب فانتسي أنا فكر تروكي لما تلعب فانتسي زي ما نحنا من لعب فانتسي بالعادة بيصير عندك أسامي مش مهمة بس انت بالفانتسي بتصير مهمة لانه بعطيك اشي هون اشي هنا ديفونتجرام حتى هدول ما خش فيهم انت علي الأسامي ما حد أسامي من هو يعني يالله عارفين وشارلت كمان ما كان عندهم اي توقعات لإله لانه راهوا اعطوا تيري روزير 57 مليون قالوا له هذا رح يكون فريقك فالظروف ما ساعدت انه هو هيك يصير وتيري روزير لسه عم بلعب بس ديفونتجرام تحسن هلا صاروا أرقامه 19 بوينت 3.7 ريباوند 7.8 تقريبا 8 أسيست وعم بشوت 39% من 3 نط من 28 ل39% شانت علي والفريق فريقه والفريق صار فريقه يعني بالكورتر الرابع هو اللي بيأخذ طابقه زاح تيري روزير عجناب قال له انت والسبعين والاستين مليون تبعوناك روح لهناك هذا فريقي فمشان هيك أعطيته ياها لأنه الظروف ما كانت رح تساعده بس هو خاو زخر عليهم فديفونتجرام بالنسبة لي Most Improved وأظن بالنسبة لي إليك كمان آآ لا أظن هذه كتير واضحة بس براندن إنجرام كمان وحش براندن إنجرام وحش ومن كتير ناس من متابعيننا ذكروا ماركل فولتس كMost Improved تعرف شغله ماركل لو بدى الموسم زي آخر شهر زي آخر ثلاث أسابيع في حكيم وحتى قبل الموسم تذكر أنا هذا كان توقعي لما عملنا التوقعات للجواز الفردية أنا حكيت ماركل فولتس آآ وهلّا شوية شوية بدى يطلع هو بس المشكلة إنه ما عم بعملها من أول الموسم شوية شوية على البطيء طلع بس إذا كمل هيك تكمل هيك وضع لبران طلع رأس مع لبران واسمع الحلو فيه وكان كلتش الـ confidence تبعه عم برجع آآ ثقة عم ترجع بنفسه مية ومية عشان خلص الهاندلز عم بتشوفه عم بعمل أشياء على الملعب إنه خلص مرتاح بلعبه مرتاح بهذا الفريق ففيه أمل كبير إنه إذا هو كمل هيك من هون لآخر الموسم يكون هو الموست مبوض ممكن خاصة إذا الماجيك تحسم دائجهم هلّا صار رجعوا بعى البلايوف سمي ممكن عم بلش يظهر ليش هو كان نمبر وون بيك بالدرافت عم وقتها ما نحن ننسى كان في جيسون تيتم كل حدا كل حدا كان هذا إنه أوكي جيسون تيتم شاطر لونزو بول نيح ما كان فيه نقاش دونابن ميتشل أوكي ما كان فيه نقاش هذا بتحرق غير هذا اللاعب غير هذا اللاعب مميز طلع من الجامعة كل فريق بالأم بيئي كان بالدرافت بالدرافت إذا طلع نمبر وون إذا أخذوا هم السيكسرز بدلوا بطاقات مع بوستن عشانه فهلأ بلست تظهر هلأ عم شوف حركاتنا عشان هيك وقدر سوي هيك أشياء فحلو إن شاء الله يكمل روكي كتير صعبة هاي واضحة كتير صعبة واضحة يعني ما في حتى إنسان تاني مستاهل الواحد يحكي فيه زي مية ومية زي ما حكيين قبل موسم مايكل بورشل جوني أعطيك أرقامه لما يلعب أكثر من 20 دقيقة طيب لما يلعب فول حلق عنده سبع جمعات لعب فول 20 دقيقة الأمفر سبعه 16.5 ستة ريباوند 70% فيه الجول و53% من الثرين طب سكوت داعي لا تفضح لا اسمع لا اسمع لا عم بتخوت طبعا بس مش كتير عم بتخوت يعني حاليا لا 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 انه اسمع بالقبل الموسم كانت أضحك هاي الشغلة اه اوكي الموسم كان انه جد فكرتني انت عم بهلس فيك وانه هاي ضربة مخ هلأ اخر شهر لو بتأخذ بس اخر شهر لما بلش اللعبوه لما بلش مايكل بورشل جوني هاي ارقامه اوكي ف لو بلش من اول موسم هيك كان فيه حديث في الموضوع ومركز الثاني او ثالث يعني ممكن هو كندركنن وجا لو بلش اللعب زي ما بلعب الشهر الماضي بدك لو انه بلش هيك من اول الموسم تحطه فوق جا لا 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 ما في حد فوق جا اوكي خف عقب ما في حد فوق جا حقيا ستحطه تاني بعد جا ستحط تاني بعد جا ماشي وانه يوجد حديث وانه يوجد نقاش يوجد نقاش اه اسمع بسير احكي لك انا بس ما رح ندخل بجا كملا بس احكي شغلة واحدة عادي بقدر اقعد هون كمان سيارة عن جا حكينا عن جا مني رح احكي شغلة واحدة عنه اللي هي بتورجيك قديش موسمه رائع ماشي قبل الموسم قبل ما ينصاب زيون تسأل اي حدا من رح يطلع تسعة تسعين بالمية من الناس بيحكو زيون في اكمل حدا حكالك جا هون هناك احم 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 في اشي بحلقك واحد فيهم هون بس بس ما صدق انا حكيتها بس ما كان حدا عارفك ماشي بس حكيتها بس اللي بدي اوصل له انه ثلاثة ارباع الناس كانت رح تيحكي زيون وهو حق زيون يعني ما فيه سبب نفكر انه لأ وصلت درجة هلا ما جا انه حتى لو زيون ما نصاب وليعب زي ما هو كان عم بلعب فيه احتمالية حتى مع هيك يكون جار وكي اذير انه لعبه اللي عم بيسويه وصل لها المستوى انت عني اه اه سوبرستار جاء سوبرستار و ياريت قدرنا نشوف اثنينهم يعني حلو بيكون فيه لو كان فيه هلا جد لو كان زيون عم بلعب وعم بلعب زي ما كان يلعب بالبري سيزن احلى اشي لو يرجع هلا زيون ويجوشوا البليكنز يطلعوا لتاسع اشي هيك وتصفي بين المنفس غريزليز والبليكنز جيم جيمتين وتصير كل مباراة تحضرها بشهر ثلاثة واربعة لها اهمية كتير كبيرة لانه واحد من هالفريقين سيدخل للبليافس وتشوف التنين قاعدين بيحملوا في رقم ياريت ياريت طي دفنسي بلاير مين عندك عندي دفنسي بلاير دفنسي بلاير بن سيمونز انفاجئة هاي شوية بس بن سيمونز اشعلم اسميها ضربة مخ الا لا ضربة مخ لا اسمع اظن ضربة مخ لكي كل حد بركز انه ليش هو بشوت شتريات وهيك هو لعيب ديفنس بس بن سيمونز اقول لك ليش قل لي خلينا احكي لك اول شي هو متصدر الان بي اي بالستيلز ماشي اوكي هاي اول شي تاني اشي بدافع على جميع انواع اللاعب صح عكل حدا اوكي مثلا دافع على جيمس هاردن سياءكم دونشيش ايرون جوردن برادلي بيال براندن انجرم اي حدا تلافع اي حدا عندك كذا مرة بااخر الجيم بجيمات حك ضد نيكس وانسيت كمان ضد احدا هو اخذ مقا هو اخذ الستيل لا اخير اخذ اخذ الستيل او اعمل البلوك بااخر الهي اهي انههت الاجم اوكي صارت كذا مرة أنه ليس فقط ديفنس في الأوقات العادية ديفنس في آخر ثواني هو فوزهم ثلاث جيمات بلس بالديفنس سبعه بآخر الجيم إذا تطلع على الإحصائيات المتقدمة في عندك إشيء اسمه ديفنسيف وينشير طيب التوب تن كلياتهم سنترز وبيجمن الأول يانس بعدين جوبير بعدين ديفيس درومند بان سيمونز السادس هو القارد الوحيد الذي يريد في التوب تن في الناسبة لي بانسي لكي أضع بانسيمنز لكي نحن نتخلط عليه ونركز لماذا لا يشوت رياد نحن نتخلط عليه على الجهة الهجومية لكن بالدفاع لا نتحدث عنه لأنه في صراحة الدفاع هو أليت من النخبة لكن نحن نحب نتخلط على الجهة الهجومية لأنه لا يشوت لعب باسكت لا يشوت يعني نص دربت مخ لا نحن لماذا دربت مخ أعطيتك إحصائيات ودربت مخ صغيرة كثيرا لماذا ممتازة؟ لأنه يلعب مع نفس الفريق مع جوهة الهجومية وهذاك يساعده أي شخص يلعب مع جوهة الهجومية يساعده أعطي أنتوني ديفيس أرى الإحصائيات وبصراحة يانس مدمروا فيهم كلهم فغيرت ما طبيعي يانس أحكي لك إحصائيات إحصائيات أول باسكتبول أول وعى NBA.com أول وكل ويبسايت يحسبها بطريقة ثانية بطريقة غير ولكن على الجهتين أول بعدين بلاس مينس ثالث ماشي وهو الوحيد بالتوب فايف اللي على الهجوم بيكون هو أساس الفريق وعى الدفاع بالدفنسب فلس مينس هو كمان موجود لأنه الثانيين عندك جوناثن آيزاك بورك لوبز درامند وقاسول ولا واحد فيهم على الهجوم هو التركيز عليه بيكون فهمت علي إحصائي ضد الباكس الفريق أول وبالدفنسب ريتن كمان الباكس أول هلا شغلة الحلوة بدفاع اللي بيخليه وبخلي الباكس ونظام الباكس يشتغل هو أنه عنده بروك لوبز واقف بالبينت أي حدا بيطلع فرش موته بلقعت ماشي بس يانس كيف بيساعد الفريق بروح كل محل ماشي بظل يركض يعني بيخرب هجمات الفريق وخطط الفريق لأنه قدمه طويل قدمه إيدي طوال قدمه رجليه وخطوته كبيرة بيقدر يوصل من جهة من الملعب للجهة الثانية وسريع فبخلي بروك بالنص وهو بس بلف من يمين شمال بيطلع يمين بيطلع على فوق بيطلع على تحد اللاعب الوحيد أظن بكل الأم بي اي اللي جد بيقدر يدافع على كل لاعب مش كل مركز على كل لاعب على كل لاعب بالم بي اي كله فريق فريق يعني بتقدر تحط يانس على واحد زي مورانت وتقدر تحطه على واحد زي درامند ويقدر يدافع على التنين فأنا بالنسبة لأيدي هو الـ آنتني ديفيس تاني لأنه كل هالإحصائيات اللي حكينا عنها آنتني ديفيس كمان موجود دائما هو التاني أو التالي بس يانس الأول في واحدة بس آنتني ديفيس عملها أحسن وهي الـ 1-on-one defense أوك الـ التسجيل عليه 1-on-one أقاله أحد بسجله عليه نقاط 1-on-one هو آنتني ديفيس بكل الدور أوك حدو طير دويس الـ MVP MVP مين الـ MVP تبعك بالنسبة إليها كتير واضحة مجد بدون تخويت شو حاطره بلك مخ آم يانس 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 مين الـ ما في أي شك أرقامه خرافية خيالية هلا حتشفت لما طلعنا على الإحصائيات للـ هو الأول بكل شيء تقريباً أوك ولو طلع على الجهة الهجومية كمان الأبرج 37 نقطة 13 ريباون 5 أسس عم بلعب 30 دقيقة بس 30 دقيقة هنا لا شيء جيمة الباسكت 48 دقيقة برتاح قوارتر ونص كامل لا يلعب بلعب بين نصف جيم تقريباً ويلعب بلعب بلعب الأول الـ 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 بلعب 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 ب طيب أكمل أنا يعني عن يانس كمل عنه شوف كل رقم زي ما أنت بتحكي كل رقم موجود وكل إشي عم نشوفه نحكي لنا أنه يانس لازم يفوز الأم في بي وراح يفوز الأم في بي بس أنا اختياري مش يانس أنا انضميت للجيش ماخد لبرون شو؟ أنا ماخد لبرون وراح أحكي لك ليش انت خلاص صد خائر خف منهم وتعون تويتر لا أنا انضميت لهم وعندي أسبابي ليش وأحكي لك أنا أحكي لك كان كما تحكي عن يانس لو بدك تضرب أخي انت هلأ على مفي بي أريد أن أقول لك ليش عندي أسبابي ماشي؟ ماشي الشغلة بالمفي بي موست باليوبال بلير إنه بتقدر تأخذها بأكتر من الطريقة ماشي؟ بتقدر تحللها هي مش أحسن لاعب هي مش أحسن لاعب لأنه لوينها أحسن لاعب كان جوردن فازها مليون سنة ورابعض كان لبرون فازها من 2007 لال2015 2014 ورابعض ما حدا بيطلع معه راس صح؟ هي مين أهم لاعب مين أكتر لاعب عنده قيمة لفريقه ماشي؟ ماشي؟ يعني سوف يفوز أنا معك بس أحكي لك أكمل شهر أنا قاعدت أتطلع بالوين لوس بروجكشن توقعات فيغس اللي هم قبل كل سنة بيطلعوا لكل فريق يكمل فوز وأكمل خسارة سيكون عندهم هذا الموسم وأكتر من وسيلة إعلامية تانية وأشوف تبعوني الليكرز الليكرز أعلى أعلى توقع كان بليتش الربورت 53 فوز ماشي؟ الأبرج المعدل كان 50-51 بس في أكمل محل قاعدت أقرأ فيه حطيناهم 47 فوز ماشي؟ بعد لبرون وأنتني ديفيس ما في حدا عنده ثقاف ولا لاعب تاني على هذا الفريق وكلهم هيك كانوا يحكوا إنه ماشي بس إذا طلع هذا شوية تلع هذا شوية راح التطريق وأصلا هم التنين ما رح يقدروا لحالهم ومنها اللي حكي هذا كله هلّا الفريق الوحيد غير البوكس اللي عنده نسبة فوز فوق 80 بالمئة الليكرز أوكي وهذا كله من وراء هالشخص الواحد اللي هو لبرون جيمز ولا حدا تاني هم هلّا إذا كملوا هيك وحفوزوا 66 مباراة 15 مباراة أكتر من اللي هو المعدل التوقعات لانتصاراتهم قبل الموسم فنت علي لبرون بالسنة 17 برجع بعيد سنة رقم 17 عم بلعب لعب زلمة عمره سبعة عشرين سنة مع بلعب سنة رقم 17 سنة رقم 17 غير كل اللعب عشان هذا الاشي الزلمة ما عنده نقاط ضعف يانس لسه عنده واحدة وعم بحسنها عراسي وعيني اللي هي التشويت من بعيد بس بعده بشوت 30-32% لبرون جيمز عم بشوت ستاب باكس 30 فوترز هلا زي كأنه ستاف كاري فهمت علي فكر فيها بهذه الطريقة دوايت هاورد عم بلعب منيح تأثيره كلاعب واحد على عقلية فريق كامل ما في زيها بالنبيئة مسك هالفريق خلاهم فريق دفاعي خلاهم أحسن فريق بالوسط اللي هو الملحمة وعلى طريق انه يفوز 66 جيم هو اهميته وقيمته للليكرز اكتر من قيمة يانس للبكس تخبيص حكي تخبيص حكي تخبيص حكي تخبيص ويانس رح يفوز كمان ثلاثة في المستقبل هذه السنة سنعطيها لليبرون اسمع ما قالته ليس غلط طيب بس هو ليس الـ MVP انا بحكي لك لبرون جيمز أهم أكتر لاعب عنده قيمة لفريقه هذه السنة لا لماذا؟ علشان الليكرز دون لبرون عندهم أنثني ديفيس واحد انثني ديفيس انثني ديفيس مين تاني أحسن لاعب مع شاسمه مع يانس كريس ميدلتون كريس ميدلتون ليس حتى top 20 نعم انت الباكس كفريق صالهم بلعبوا مع بعض أكمل سنة فهمين بعض عندهم مدرب كتير خرافي هو مدرب كوتش بدايير السنة الماضية بيعرفوا كيف يلعبوا مع بعض وعملوا كل شيء بعملوه حواليا يانس عراسي وعيني ماشي؟ بس انثني ديفيس نحنا شايفينه مع فرق ثاني أحسن لاعب جرو هوليدي كان عليها وديماركس كوزينز طيب مع فرق مرتبة الآن ثالث أحسن لاعب على الليكرس كوزما شيء لبرون من الليكرس لا يعرفوا يدافوه ولا يعرفوا يهاجموه ولا يعرفوا يعملوا شيء آنتني ديفيس لحاله ويستطيع شرفعهم كلاعب واحد لبرون أخذ فريق أنت أنت بنفسك قبل الموسم وضعتهم سابع على الوست ليس فقط أول هم أول فريق كبير هم يتعبوا حالهم هم قلت لك هم يقوموا سبرينت بماراثون سيتعبوا مستعبوا لفريق وهذه السنة لبرون جيمس وبصراحة لن يفوزها ولكن يريد أن يفوزها هل تعرف لماذا؟ لأنه يستاهلها آخر مرة هك لا أظن أن تأتي كمان مرة السنة الجاي يانس سيكون لسا أحسن لوكا سيكون على أفل ثاني سيكون هناك الكثير العيبة ممكن يأخذوا الـ MVP ويكملوا فيها وكلهم صغار أعطيها لبرون أخر مرة ضربة مخ أنت آخر الحلقة هلأ بلشت خبس لحظة أكمن هو عنده أربع MVP أه كفي أربع لا كفي آخر واحدة جوردن عنده خمسة مستحيل يأخذ الخمسة نروح لحق أوجي أنت معصب لأنه إذا أخذ الخمسة سيلاحق جوردن لا لا جوردن كان مفروض يأخذ عشرة هنا في فرق بير بين جوردن جوردن كان مفروض يأخذ عشرة أه مستحيل يعني لا يوجد المشكلة بالمفروض أنه فقط للسيزن كذلك لو لبرون يفوز مفروض يقول لك ممكن بس يكونوا مصوتين على المفروض وخلص والمفروض فقط للفاينلز فلا يوجد إلا واحد يلعب في البلايوف غريبة يجب أن تغيروها إذا كانوا على البلايوف خاصة خاصة أنه يعلنوها بعد البلايوف كما كانوا يعلنوها في نصف البلايوف يعطون المفروض لذلك يعطوها بعد الموسم في الصيف يعني بسووا حفلة مثل هوليوود حكي فاضي طيب اسمع دعنا نمشي على أخبار البورصة على السريع مين الله أخبار البورصة بس لحكي شوي بسرعة عن لاعب صلو سبعين أو ثلاثة أسابيع عم بشوت عم بجيب منوم عشرين بوينت والأفرج سبعه الفيلد جول برسنتي سبعه فوق الخمسين بالمية اللي هو ديمار دروزن صديقنا عم صديقك اللي بعته اللي مش عاجبك هلأ مش عاجبني مش عاجبك ديمار دروزن من 23 و 18 يحب لديمار وضال في حب دايما اسمع عم بجيب 25 بوينت 7 من 12 شوتين 36 بوينت 11 من 18 يعني هيك صلوه 12 قيم ورا بعض الإفشنسي تاعته خرافية هاي كلها صارت عشان لماركس ألدريج صار يشوت تريات ففتح الملعب له فصارو السبورز الهجوم تباعهم صار شوي بناسب متماشي مع العقد صارووا شوي لعبوا بروغرس بسا بسا بتحسنوا لأنه واحد كان عندهم اثنين هم من اكتر ثلاثة بشوتوا مدرين جامبرت هلأ اتليست الماركس ألدريج صار يفتح الملعب فديمار عم بفتح شوارع ومستاهل عشان هو مستاهل اه محترم محترم وكان وفي وكان كتير هو مخلص لترونتو بعين ترونتو باعوه فأنا بحييل فأنا بحييل ديمار دي روزن فأنا بلعب بمتاز فأنا بحييل بطولة فأنا بعمل شغلة ديمار دي روزن بصير حكي لك شغلة ديمار دي روزن هذا اللي انت عم تحكيه عن لعبه بالميد رينج والفكتبنس تبعته هذه الافيشنسي تبعته ستين بالمية مستهل ليس اشي انا مستغرب منه لاني انا حضرت ديمار بلعب ديمار كتير لعيب كتير لعيب ومحترم ومحترم ومخلص عراسي استعرشوا مشكلته لما تقلب الامور جد بالبلي اوفس لانه بيتكل على الميد رينج ولكن الميد رينج تصير حياته كتير صعبة الفرق بيكتروا بكل سهولة يغيروا مخططاتهم الدفاعية عشان يسكروا عليه البينت واذا سكروا عليه البينت يعرفش يعمل اشي وشفناها سنة وراء سنة وراء سنة وراء سنة والله انكم يهود يهود خيبر انتم ما عنكم صاحب ما عنكم صاحب زي انا اعش انكم اكمل سنة بطورنطو مجمد مفرز عايب حاله بطورنطو وهيكا تتذكروا انه هو بالبلايوس ما بسوي اشي والله ما عنكم اصحاب اه البطولة ضيعت كل اشي قبلها خلاص نستني كل اشي صار قبل وحش الاسبوع طيب وحش الاسبوع اه لازم انجرم براندن انجرم ثلاثين نقطة ونص خمسة ريباند ونص خمسة اسيست ونص ثلاث ريات وفازوا ثلاث مباريات خسروا واحدة بس ضد السلتيكس غلبوا النيكس بيستنز وغلبوا الجاز والليه المهمة الجاز وهاي هي اللي حكينا عنها قبل شوي لما هو دونوفين بيتشل نزله بعض و الزلمة وضعه تمام كان سوفر شتار وحش الاسبوع وحش الاسبوع براندن انجرم طيب اخر كلمة دويس شيء جيلجيس أليكساندر صاحبنا شيء بس خلاص ما في داعي تحكي اسم اه داعي تحكي بس اسم واحد زي كوبي او شاك كان عنده جيم حط فيها 20 نقطة 20 ريباند و 10 أسست وحش ها هو بتاريخ الانبيئي من بوزيشن القارد عاملينها بس أربعة غيره انه هاخدينها 20-20 و 10 باسكر روبرتسن لانه كمان هداك أرقامه اشي تاني كانوا عاملها 8 مرات واحد اسمه غاي روجرز ما عملي اسمين فيه بس عاملها مرة راس وستبروك عاملها 20-20 اه 20 صح واحد اسمه فات ليفر فانما شفت اسمه وقعدت تطلع انه مستحيل هذا الجد هيك اسمه طلع اسمه فات ليفر فات يعني بانس لا بس هو ما كان بانس لا بس هو ما كان بانس اوك بس انه هيك كان لعب كان لعيب انا ما بعرف من هو ما عملي حضرت له بس اسمه لالله ضحكني فخشيت هيك بعالم صغير اشوف اسامي تاني لعيبة ام بي اي اسميها بالضحك طلعت بأكمل واحد هادول كلهم اسامي ناس لعبوا بالم بي اي ومش من اللي غيروا اساميهم يعني في ناس هاي رون ارتاست غير اسمه متى والبيس والبي فري هادول غير اساميهم لا هادول اسامي اهلهم هكسموه هم هم يكملوا بالاسم ماشي هنك واحد اسمه اوه بلاب اوه بلاب في واحد اسمه لونجر لونجر اطول اطول لاعب باسكت في واحد اسمه غودز كيفت اكوية 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 اعبوا بالمجر هاتول بيكونوا من ناجيريا وشواه اهله هقي سيقبل نجر ارهاب اسم بتاريخ الانبياء ودي اسم اعيد اهلو الطاقعين сделали اهله شامغود اهون شامغود اه هاتول اسم جد واحد اهلهêك سموه اهله هكسموه بس الشامغود حركة بتعرف اهلو هكسمه اهله هناك اح�ים voz استوات Crafts M gleichzeitig هاتول ارهاب اسامي بتاريخ الانبياء والله فيه أهل طاقعين من الدنيا طيب بالنفل على فكرة بيكون فيه أكتر حتى بالبريمر ليغ فيه كمان اسم غريب بيكونوا درينك ووتر واحد اسمه عيلته درينك ووتر إن شاء الله حكي الفاضي طيب على هذه السيرة نحن نهي الحلقة هون شكرا لمستمعيننا لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي أعطونا ريتنج خمس نجوم واتركوا ملاحظاتكم ويلا السلام شكرا ويلا السلام اشتركوا في القناة